السلام عليكم كل سنوان طيبين النهاردة هنشوف مع بعض افكار حلوة جدا لعمل زينة رمضان هنعمل عربية الفول وكمان هنعمل طابلت المسحراتي ولو الفيديو مطلعش كتير قوي هنعمل كمان فكرة تاني برضو هنفعنا لزينة رمضان هنستخدم هنا اي عد باكرتون قلبة مقفولة بالشكل ده هنستخدم طبعا قماش الخيمية لو انتي حابة تستبدليه باي قماش مافيش مشكلة لإدارة تستخدم اي حاجة متاحة عندك بس احنا اليومين دول يا اما هنستخدم قماش الخيمية يا اما هنستخدم استيقر الخيمية هيدي شكل حلو جدا لعروية الفول اللي هنعملها ودي طبعا احنا عارفين ان هي من زينة رمضان وطبعا بتتباع غالية على حسب حجمها لو عندك العلبة اللي هتستخدميها ديت تبيع كمان دي بتتباع غالية جدا لو هتشتريها جهازا هتدي بعد كده ان انا استخدم هنا قماش الخيمية بغلف العلبة كويس جدا من جميع الجوانب عشان نغلف كل الكرتون اللي بين عندنا طبعا ممكن تستخدمي اي علبة كرتون متاحة بالنسبالك ممكن كمان تستخدمي اي علبة بسكوت فاضية هتبدأ ان انت تعملي بها لفكرة دي هستخدم بعد كده معاكو غطيون بتاعت برطمانات هستخدم غطيين بنفس المقاس وهبتدي ان انا اغلف الجزء اللي من ناحية التانية هبتدي ان انا اغلفه بالكرتون مش عندك الغطيون دي ممكن تستخدمي الكرتون على طول هتعملي دايرتين بنفس الحجم وتبدأ ان تثبتين وببعض وبعد كده هتغلفين وبقمشة الخيامية وده طبعا هيبقى العجل بتاع العربية عشان يبقى متين وقويس هنبتدي ان احنا نزوده شوية كده بالكرتون وهبتدي بعد كده ان انا اقشيل كل زيادات بتاعت القماش وبغلف الجزء التانية او ناحية التانية اللي بين عندي من الكرتون برضو الجزء صغير من القماش هبتدي استخدم بعد كده شريط المنبون وبسبتوه على الطرف بتاع العجلة وبخلي الجزء الدوير دي من بره بالشكل ده وبعد كده هستخدم كرتونتين صغيرين ده كرتون يقول وهبتدي برضو ان انا اغلفه بنفس قماشة الخيامية غلفته كده من ناحية واحدة قفلته يعني بالقماشة ومن ناحية التانية سبته زي ما هو هبتدي بعد كده ان انا اثبت العجل نفسه في العربية وبالشكل ده كده بكمية شم على نصف الغطا وبعد كده بسبتها من ناحية اللي هي من قدام ثبتهم كده اصبعه وبعد كده برضو خد جزئين من الكرتون وبدأت ان انا اغلفهم بنفس قماشة الخيامية وبسبتهم بالشكل ده في الجزء اللي من ضه او من وراء في العربية وبعد كده هستخدم هنا الكرتون اللي احنا اغلفناه الكرتون المدور وانخليه يد العربية انا خليت بس الحاجات اكبر شوية وممكن تستخدمي اي كرتون صغير وهستخدم برضو شريط التزيين وهبتدي ان انا اثبتها على الطفل بتاع العربية كلها وبعد كده هستخدم جزء صغير من ازازة بلاستيك وهبتدي ان انا اخذ الجزء كمان اللي من الغذاء من تحت وهبتدي ان انا اثبتهم مع بعض بالشكل ده كده نقطة شمة صغيرة هشيل الغطا بق بعد كده حنا مش بحتاجينه هستخدم هنا استيكر فضي وهبتدي ان انا اغلف بيه الجزء اللي انا خدته من ازازة هستخدم جزء صغير من قدام device وستخدم ان اغلف به الإدرة بتاعة الفول بعد كده هستخدم جزء صغير تاني من الازازة بلاستيك وهبتدي اعمل شكل مغرك سيسهل معك جدا البلاستيك النيت تشكليه كمان وبعد كده هبتدي ان انا اغلفها بالاستيكا بالفضل عايزين نعمل كمان بيع الفول فهنبتدي ان احنا نستخدم اللعبة كده من عند الولاد وبعده هنبتدي ان احنا ناخد جزء صغير من الستاني الابيض هغلفه بس الاول كده بالستاني من فوق الجزء الثاني اللي كان موجود عندي مكانش كبير قوي فهبتدي ان انا يعني ازبط كده لشكل من فوق الاول وبعد كده ببعده بغلف الجزء اللي من تحت انا بحاول استخدم معك كمان خيمات بسيطة على قد مقدر عشان تبقى موجودة عندك وبعده هبتدي استخدم بعد كده ومشي الخيمية عشان نغلف فيه الجزء اللي هو يعني موصنينه ببعد ده وبعده هدي شكل حلو جدا في الاخر تمام هبتدي بعد كده ان انا اغلف يعني كأنه لبس جلبية كده يكون شكلها حلو وكمان خدت جزء صغير من الفوم بدأت اعمل شنب بالشكل ده وبدأ خدت جزء صغير من الستان وعملت به عمه من فوق اديت شكل حلو جدا استخدمت غطى برضو تاني وبدأت ان انا اعمل جزء كده زي حيه يقف عليها وبدأت استخدمت الغطيان الصغيرة وبدأت اسبتها في الرجل عشان يكون شكله زي ما احنا شايفين كده وده كده شكل نهائ العربية الفول فكرة بسيطة وسهلة جدا استخدمنا خمات كلها موجودة عندنا في البيت فنقدر ان احنا نعملها بكل سهولة هستخدم بعد كده علبة سامنة ممكن تستخدمي بدلها علبة حليب اللبن الأفضل ممكن تستخدمي أي علبة صفيح بالشكل ده هستخدمها بالغطى وهبتدي ان انا اخد جزء من القمش اللي قصيته هبتدي اغلب بها الغطى بتاعت العلبة من فوق سيحاول على قد مقدر ان اطلع رسمة يبقى شكلها باين معنا هبتدي كده ان اغلب برضو الغطى بتاع العلبة من الجنب وحط كمية شمع بسيطة على الجنب وابتدي اشد القمش عليها والقمش ده بيبقى موجود في محلات ادوات الخياطة وزي ما اتفقنا هو موجود كتير جدا الفترة دي هتلاقي موجودة عندك بسهولة هبتدي بعد كده ان انا قصي زيادات الموجودة في القمشة وبعد كده هستخدم كمان الناحية التانية من علبة السمنة وهبتدي اغلبها برسمة تانية مختلفة يدوب بحط كمية شمع كده بسيطة على الطرف بتاع العلبة وابتدي ان انا اثبت عليها القمشة اخترت برسمة تانية من القمشة كان شكلها واضح معي هي شكل هلال ونجبة بس مش تبقى ظاهرة كلها لان حجم العلبة مش كبير قوي هبتدي بعد كده ان انا قصي زيادات وهستخدم بعد كده معيكم قمشة الجوخ بيبقى موجود في المكتبات الكبيرة ويبقى كمان موجود في محلات ادوات الخياطة لو مش عندك ممكن تستبدليه بردو بنفس القمشة الخامية اللي احنا استخدمناه هبتدي كده اسبت على الجنب بتاع العلبة من الناحيتين وابتدي ان انا اشد القمشة بس يدوب بردو على الطرف مش هنقطر قوي في الشمع هنستخدم بسيط قوي بغلف العلبة كده كويس من الجنب عند الغطاء والجزء اللي من تحت وبعد كده بقفل الجزء اللي في الجنب بقص بقى اي زيادات موجودة عندي من القمش ده وهبتدي بقى ان انا اخد رسمة التانية اللي انا قصتها وهبتدي ان انا افرغ شكل الفنوس مش هناخد رسمة كاملة بس همشي كده على الطرف بتاع رسمة الموجود هيبقى شكله احلى وابتدي ان انا احط كمية شمع كده بسيطة على الطرف وابتدي اثبتها على جنب علبة السم وابتدي ان انا اثبتها على جنب العلبة وابده هبتدي ان انا اخد جزء تاني من القمش رسمة بابده تانية مختلفة وهبتدي ان انا اثبتها على الجنب التاني بصراح حبه ان شكل القمش الجوخ يكون باين معانا فمش هزود عن كده من الرسمات دي طبعا انت التزيين يرجعلك انت زي ما تحب هستخدم بعد كده شريط بنبون وده طبعا موجود اللون بتاعه في جسمة اللي احنا مستخدمينها وهبتدي ان انا اثبته على الطرف بتاع الفانوس احنا ممشناش على الفانوس ده بالولاعة طبعا القمش ده به ناس اللي لما بتيجي ان انت تقصي منه حاجة فلازم ان انت تمشي عليه بالولاعة بس طبعا انا بدأت ان انا اثبت عليه شريط البنبون ده فمش هعمل بالولاعة عليه هستخدمه على طول عادي قصيت جزء تاني كده من قمش الجوخ هبتدي ان انا اساوي الجزء ده من فوق الجزء اللي انا قصيته ده هيبقى العرض بتاعه حوالي 3 سنتي وتقوله حوالي 20 سنتي هبتدي ازينه بشريط البنبون ده من على الحر وبعد كده هبتدي استخدم الجزء ده واسبته كده عند الغطة من فوق والجزء اللي من تحت بعلبة السمنة نقطتين كده من الشم تمام بس كده وهبتدي بعد كده ان انا ازين الطرف بتاع العلبة من فوق من نفس الشريط اللي استخدمته وكمان الجزء اللي من تحت عشان يكون شكلها احد هستخدم بعد كده غطى ازازة بيبس وده طبعا موجودة عندنا في البيت اي غطى عندك بلاستيك تستخدميه فقفله من الناحية التانية بجزء صغير من الكرتون واقصص زيادات دي وبعد كده هبتدي ان انا اغلف الغطة بنفسه ومش الخيمية واقصص زيادات وابده هبتدي ان انا اغلف الناحية التانية اللي غلفتها بالكرتون قفلت كده بس يضوب الغطة وبعد كده هستخدم كمان عودين من اعواد الششه اللي هي الاعواد الخشبية وهبتدي ان انا اثبتهم مع بعض ونوطين كده من الشمر وباغلفهم الب intertw and two مع بعض بجزء من قماش الخيمية وده طبعا جزء صغير استخدمناه من القماش عشان يداري بقي شكل الاعواد دي هبتدي ان اغلفها بجزء صغير من القماش وبعد كده هبتدي ان انا استخدم كمان شفية البنبول وبزين الاعواد دي كده بشكل زاوية شوية وزينت بردو بنفس الشريط على الغطا باستخدم بعد كده الكوية وهبتدي اعمل فتحتين من الجم وهبتدي ان انا احط نقطة شام على الاعواد الخشابين من فوق وبثبتها في نص الغطا لفتحة اللي عملتها تمام هتبقى عندي بالشكل ده كده طبلة المصحراتي حلوة او فاكرتها سهلة والخمات كلها بسيطة وطبعا لها بداية الكتير والقماش لو مش لقيها او مش عندك تقدر تستخدمي بداله لستيك